وقعت الهيئة العامة لشؤون ذو الإعاقة مذكرة تفاهم مشتركة مع معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية بهدف دعم وتعزيز مبادرات برنامج عمل الحكومة الخاص بالهيئة من خلال العمل على دمج ذو الاحتياجات في سوق العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نعم حيث تنبثق هذه المبادرات من منطلق تطوير رأس المال البشري من خلال ركيزة تمكين الشباب والمرأة وذو الإعاقة وفقا للخطة الإمائية للكويت 2035 استكمالا لاتفاقية سابقة ما بين الهيئة العامة لشؤون ذو الإعاقة ومعهد البناء البشري تم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن وضع خطة متكاملة لدمج الأشخاص ذو الإعاقة في سوق العمل ودمجهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم معهد البناء البشري مع قيادات الهيئة العامة لشؤون ذو الإعاقة بصياغة مستهدفات ومؤشرات أداء المبادرتين دمج الأشخاص ذو الإعاقة في سوق العمل ودمجهم ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تم إعداد مراحل تنفيذ وتحضير هذه المبادرات لكل عام تنفيذ المبادرة سيتم على الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة حتى 2025 هذا البروتوكول يشمل عددا من المهم ونقاط الخاصة بالطرفين كاستثمار طاقات المعاقينة عن طريق التدريب والتأهيل والذي سيكون تحت اعتماد الخدمة المدنية والتعليم التطبيقي وإشراف الهيئة العامة لشؤون ذو الإعاقة إشراف على هذه العملية من حيث التأكد من أهل الأشخاص ذو الإعاقة هم بعد حصولهم على هذه الدورات ومن ضمن هذه الدورات أيضا دورات خاصة بالصم والبكم وهذا طبعا نقلة نوعية رح تصير أن يقوم المعهد بتنفيذها بأكمل وجه وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم وتحقيق نسبة العمالة الوطنية هذا الهدف النهائي وهو أحد الأدوار الأساسية لقطاع التعليم في الهيئة الهدف من البروتوكول تدريب وتأهيل وتوظيف ذو الإعاقة في قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ودعم حقوقهم في الدمج الذي يأتي تنفيذ لبرنامج عمل الحكومة وراء محرام تلفزيون دولة الكويت